اشتركوا في القناة المدعو بنعمة الله لعمل الاسقفية الجليل اتعهد امام الله رب الارباب وراء الرعاة ورأس الكنيسة غير المنظور وامام مسبحه المقدس وامام أبي صاحب القداسة البابة قدروس الثاني وامام أباء المطارين والأساقفة وباقي أعضاء المجمع المقدس وباقي أعضاء المجمع المقدس وامام الإكريروس ومجمع رهبان الدير وكل الشعب بأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير بأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير وأن أحترم قوانين الكنيسة المقدسة التي وضعها الآباء الرسل الأطهار والتي وضعتها المجامع المسكونية السلاسة المنعقدة في نيقيا والكسطنطينية وأفسوس وكذلك القوانين التي اعتمدتها الكنيسة وكذلك القوانين التي اعتمدتها الكنيسة للمجامع الإقليمية والأباء الكبار معلم الكنيسة والقوانين الرهبانية والتقاليد الديرية التي وضعها الأباء الكبار مؤسس الرهبانة التي وضعها الأباء الكبار مؤسس الرهبانة كما أتعهد أن أنشر الكرازة بالإنجيل على قدر طاقتي وأتعهد أيضا أن أحافظ على تقاليد كنيستنا القبطية الأرثوذكسية والتقوصية وتعليمها أن أحافظ على تقاليد كنيستنا القبطية الأرثوذكسية وتقوصية وتعليمها وأن أبزل كل جهدي في تعليم الرهبان الإيمان المستقيم وقيادتهم في حياة القداسة والبر وقيادتهم في حياة القداسة والبر والحياة الرهبانية السليمة على تقوم التي تقوم على الطاعة والبتولية والفقر الإختياري وأحاول أن أكون أنا نفسي قدوة لهم في كل عمل صالح وأتعهد بأن أحب الرعية وأعملها بالرفق بأن أحب الرعية وأعملها بالرفق والحكمة ولا تكون لي منها جماعة مختارة بل أهتم بالكل ولا أحكم على أحد بالسماع أو في غضب وإنما أعطيه فرصة للدفاع عن نفسي وأنتعهد بأن أستمر في حياة الزهد التي نظرت لها نفسي ولا أعتبر مال الكنيسة أو مال الدير كأنه مال خاص بي وأتعهد بأن أخضع لرئاسة الكنيسة العليا ممثلة في قداسة الباب البطريارك وفي المجمع المقدس لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية وأطلب من الرب أن يهيي أن يهبني قوة بصلواتكم أن يهبني قوة بصلواتكم حتى أقوم بهذه المسئولية الخطيرة وأرعى بكل حرص هذه الرعية التي من يدي سيطلب الله دمها التي من يدي سيطلب الله دمها صلوا عني يا أباي وإخوة القدسين صلوا عني يا أباي وإخوة القدسين ها ما طانية لكم جميع ها ما طانية لكم جميع مطانيا شرق وغرب وبحري وإبلي ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا